في ذكرى ثورة 6 أبريل أغلق السودانيون كل الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم وخرجوا في مظاهرات حاشدة دعت إليها القوى المعارضة للحكم العسكري المظاهرات شاركت فيها قوى سياسية فاعلة في البلاد منها حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي تجمع المهنيين السودانيين وتحالف الحرية والتغيير إلى جانب لجان مهنية ونقبية بالتزام عقد رئيس مجلس السيادة الانتقال عبد الفتح البرهان اجتماعا مع وفد الجبهة الثورية وأكد على ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الرهنة كما رحب البرهان بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة الثورية القائمة على أساس الحوار والشراكة هذه المبادرة استشعرت الجبهة السورية السودانية للأزمة الراهنة في البلاد واستشعرت مسؤوليتها الوطنية في إيجاد حلول توصل إلى حل سلمي يتوافق عليه الجميع هذه الأزمة لن تحل إلا عبر محاور محددة وهي الحوار والاعتراف بالشراكة بين كل المكونات بما فيهم المكون العسكري والمكون المدني لإدارة الفترة الانتقالية مظاهرة 6 أبريل تحتبرها لجان المقاومة نقطة حاسمة لحراك شعبي استمر منذ إطاحة العسكر بالحكم متوعدة بمواصلة الثورة إلى غاية تمدينه